حظي البرنامج الوطني للتوظيف باهتمام ودعم كبير من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك من خلال دمج أبناء البحرين في القطاع الخاص وتأهيلهم وصولاً لاستقرارهم في وظائفهم إلى جانب جعل المواطن الخيار الأول في التوظيف انسجاماً مع توجهات برنامج عمل الحكومة القائم على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة شكل برنامج التوظيف الوطني قفزة نوعية في توفير الفرص المستدامة أمام الباحثين عن عمل من المواطنين والذي ساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل ومواصلة لتكثيف المبادرات والجهود التي ستضع المواطن في سلم الأولويات تبذل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء وفي مقدمتهم صندوق العمل تمكين قصارى جهدها لبث أفضل البرامج والمبادرات التي ستسهم في تعزيز وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة أمام أبناء البحرين وسيحفز هذا البرنامج الوطني الذي انطلق مطلع العمل الجاري في دفع أصحاب العمل والباحثين عن عمل في زيادة استغطابهم من خلال معارض التوظيف الإلكترونية المتاحة أمام الباحثين عن عمل لترشيح أنفسهم لها وفق رغباتهم وساهم برنامج التوظيف الوطني منذ انطلاقه في توفير 13 ألف وظيفة في القطاع الخاص كونه المحرك الأساسي للنمو في مملكة البحرين وجعل المواطن الخيار الأفضل في التوظيف هذا البرنامج الوطني يعكس الدعم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين والاستثمار بالطاقات الشبابية الوطنية وتوظيفها وتطويرها مهنيا لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف في سوق العمل كونهم هم طاقة هذا الوطن ومن المؤمل أن يدعم هذا البرنامج الوطني المواطن بشكل أساسي ويضمنه ضمانا كاملا في تشقيله عبر توفير برامج دعم الأجور المناسبة له كما سيساعده في الانخراط إلى بيئة العمل عبر برامج تدريبية مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال من خلال كسبه الكفاءة والمهارة العالية التي تعد المدخل الأساسي للتوظيف حيث سيواصل هذا البرنامج الوطني السير وفق الخطط الموضوعة للوصول إلى الأهداف والغايات التي انطلق لتحقيقها طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين